عايز أتكلم على موضوع الاحتفال بالأهداف وبنشوف طول عمرنا في كل حتة في العالم إن كل لعيب لما بيجيب جول مثلاً بيبقى عنده لازمة عنده لازمة مخه بيروح على الحتة دي لأن خلي بالكم موضوعاً إن أنت تجيب جول ده بيبقى فيه أدرينالين إنتوا مش فاهمين الفرحة بعد ما تجيب جول مهم فماتش فيه جمهور يعني تحس إن أنت كل الدم بيطلع مخك أدرينالين حالة أدرينالين فضيعة فاللعيب بيروح للحلم بيه اللعيبة على فكرة اللعيبة المركزة لو سألت كل اللعيبة الكبيرة واللعيبة اللي عندها موهبة هيقولك إن هم كانوا بيحلموا بالمطش قبل المطش اسألها يا حد يقولك كده بيتخيلوا الموقف اللي هيتعرضوا لها بيتخيل لو جاب جول هعمل إيه في كل هتة في العالم كريستيانو بيعمل السي ميسي بيعمل مش عارف إيه معروفة يعني الغد دلوقتي أفتكر جمال عبد الحميد لما كان بيجيب جون ويتشقلب ويقوم يعمل كده ده حاجة يعني اللي هي بتبقى من أحزن لحظات حياته فالنهاردة عندنا اتنين لعيبة بيلعبوا في الزمالك والأهلي عملوا طريقة احتفال بإحراز هدف ما يعملهاش يعني بجد حركتين أنا في رأيي أنا مكنش أدب لعيد في العالم بس أنا بحاول أفهم إيه اللي يخليك وإنت جاي بجون في مطش مهم والمفروض إن دي أسعد لحظات حياتك إن انت تفتح الشرطة ببص عليه من جوة مش فهم بحاول أفهم يعني أنا حاولت أوصل لمخ محمد عبد المنعم أنا معرفوش عن مستوى الشخصيش أنا في قيمة يعني لو عرفو على فكرة هفا مقتر يعني لكن إيه الحالة النفسية المايند سيت مثلا الحاجة اللي إنت بتفكر فيها تخليك إن إنت تفتح الشرطة وبص جواه بعد ما تجيب جول مش عارف بجد مش قادر أفهم هل الجيل ده كان بياكل حاجة وهو صغير غير اللي جيلنا كان بياكلها مش عارف فيه إيه الميا فيها حاجة مش قادر أفهم إيه الله اللي خلي الشباب دي بتفكر إزاي إن أنا بقى أجيب جول في وسط جمهوري وأسعد لحظات حياتي وأفتح الشرطة بص فيه ليه إيه 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 اللي خليك تفكر في كده بطنك إيه اللي وجعك اللي إنت بتقول يعني هل فيه العيب مسلا كان متعور في رجبته قبل كده وبعد كده ما يجيب جول يروح عامل كده وبايس رجبته بقى يسرق بيتهم كده البكان اللي خدتم صاف فيه الأقبح من طريقة الاحتفال العزر اللي طلع بيه محمد عبد المنه ما عرفش إيه الحالة النفسية إنه ممكن تخلي العيب يأمل كده أنا لا أطالب بعقابه ولا أحب الأزل حد ولا أي حاجة من الكلام ده لكن لو أنا من النادي الأهلي والله أنا لو بشتغل في ملف كرة القدم في النادي الأهلي أنا لازم أعرض محمد عبد المناب على أخصائي نفسي لأن لا يمكن العيب بيفكر بطريقة عادية عادية اللي هو يبقى عنده توازن في أفكاره ويبقى الرياكشن بتاعه للجول الحلوة قوي اللي هو جابه إنه هو بعد ما يجيب جول يفتح الشرطة ويبص فيه من جوه لا يمكن لا يمكن يكون ده تفكير طبيعي مش مفتحاش أنا مش مفتحاش قبل كده في حياتي مش مفتحاش في حياتي عبد المنعم العيب كويس لكن بكل صراحة وده باين في اسلوب لعبه وباين في لعبه وباين في طريقة كلامه مع المنافسين ومع الخصم فيه يعني شايف نفسه قوي يعني إيه شايف نفسه قوي اللعيب اللي شايف نفسه يعني فيه لعيبة كده إيه كانت شايفة نفسها في الملع بس كانت لعيبة تستحق إن هي تشوف نفسها في الملع يعني كنت تلاقي زمان كده كانتونة بيلعبوها في مانشستر هنايتد شايف نفسه رافع الياء وكده ومعلم كده وعنده كده أتيتيود اللي هو إيه أنا أكبب من نوكو كلكو يا لأنت وهو عنده كده جوه مخو حتة كده إيه اللي هي حتة العظمة بتاعت الكورة تيريان ريف في أرسنل كده أنا بيلعب أنا أجمل من نوكو كلكو يا لأنت إنتوا إنتوا إلا حاجة لكن مش محمد عبد المنعم اللي يلعب بالأتيتيود ده واحترامي كبير ليه مش عجبه حد في الملعب بيكلم الناس كلها بمناخير فوق يعني أنافة كده بيكلمهم وتأ ليه 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 يعني أنا مش فاهم ليه لعيب كويس لعيب ليه مستقبل لعيب ابتدى حط رجليب بشكل أساسي في منتخب مصر عشان مفيش مدفعين تانين في مصر مفيش مدفعين مصر عندها مشكلة كبيرة جدا في سنتر باكات لأول مرة في التاريخ وده بيوريك اللي إحنا وصلناه ومش عارفين تبروديوس لعيبة تقدر تلعب على المستوى الدولي سبعين في المية متلعيبة لتلعلك مش متأسسة كويس مفيش اهتمام بمراحل تطوير العيبة مفيش مفيش فالنهاردة عبد المنعم بيلعب أساسي في المنتخب مفيش حد تاني بصراحة قاعده مفيش حد لو حسام حسن يعني في مشكلة كبيرة مهم مش ده اللي يخليك ان انت تلعب بالأتيتود ده مش ده اللي يخليك ان انت تفتكر ان انت ممكن تعمل اي حاجة بعد ما تجيب جول اه 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 ايه اللي وصلك للFlow للفكرة دي تاني الاحتفال عبد المنعم غير طبيعي